كان معنا حد في الفقرة الأولى من وزارة الإسكان وكان بيكلمنا على مامشى مصر وكنا طرحنا عليه حاجة موجودة على السوشيال ميديا اللي هي المواسير بتاعة إسكندرية في أحدى المناطق اللي هي بتصرف في البحر فجالنا رد وأنا بحترم جدا المسؤولين أو الوزراء اللي بيهتموا بالرد والتوضيح للناس لأن دي مسألة عظيمة إنه المسألة بتتفتح وبتتقفل في مكانها فلما المسؤول يرد الناس بتقدر تفهم إيه الحكاية وإيه الموضوع بدل ما الناس قاعدة بتشوف الحاجة وهي مش فاهمة إيه اللي بيجرى طبعا المواسير دي احنا فهمنا إن ده معمول صرف خلصة يعني إيه خلصة؟ يعني فيه ضغط في الصرف في المنطقة دي فجم بعض الأهالي عملوا المواسير دي علشان يقدروا إنهم يعني يقدروا يعملوا عملية الصرف بشكل غير قانوني لإنه طبعا المنطقة دي الكسافة السكانية فيها زادت سيادة وزير الإسكان وضح لي إنه المكان ده بالتحديد بتعمل فيه توسعة بتعمل فيه محطة كبيرة جدا هتكلف مليار وثلاثة من عشرة الناس هتبتدي تشوف آثار هذه المحطة في أغسطس في المرحلة الأولى وبعد ذلك بقية المراحل لغاية آخر السنة فطبعا فيه توزيع يعني زيادة سكانية كبيرة في المنطقة إحنا عارفين إسكندرية من زمان وهي بتعاني من مشاكل صرف صحي فطبعا عرفت برضو من سيادة وزير الإسكان إنه المواسر دي تلمت وإنه الوزارة على طول اتعاملت مع هذا الأمر وقدرت إنها يعني تتفاعل مع شكوى المواطنين فإن شاء الله الناس تصبر بس لغاية أغسطس هيبقى فيه طبعا حل من خلال محطة التوسعة والحل النهائي هيبقى على نهاية السنة محطوطة استثمارات كبيرة في هذا الأمر